السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو سمدي هلنهار شاء الله دي نتحدثوا على واحد الموضوع ديال الطريقة الصحيحة لإعطاء الفصة اليابسة للآلم شا حملي كومنتير جوني على حسب الفصة اسموه هي الفصة يعني اسموه هي البالة ديال الفصة البالة ديال الفصة كما كتلاحظوا راه هي عندي ثم مايا راهة شوفوا الحجم ديالها رافوق منها البانيو المهم البالة ديال الفصة وهي البرسيم بكل بساطة البرسيم يعني بالنسبة لخوتنا الجزائريين راه تساهم ما كين عندهم وحد الاسم غريب ولكن هي كتشبه الفصة هي ما كيقولها صفصافة صفصافة يعني كين بزاف ديال الاسماء لهذا الفصة اليابسة هي عبارة عن يعني اغسان طوال كيكونوا كيكرموهم بها الطريقة انتم ما كنت شوفوا كيكرموهم وكي يعطيهم الانانيب كما قلت في حلقات سابقة انه الفصة ما عنداش اضرار جانبية يعني ممكن انكم تعطيوا الكمية اللي بغيتو وغادي تحسوا باللي الانانيب ديالكم تبدلو عليكم يعني الناس سابقتني كي اضروا على النتوات كي يعطيهم بزاف ديال كميات اكبر وكيدلو لهم الشحمة وما كيبقاش يولدو لهم الفصة ما كينشد شي كامل يعني ممكن انكم تعطيوها واحد يعني واحد الحزمة وتعطيوها لها جوج مرات في النهار ولا كونوا متأكدين انه الصحة دياله غادي تكون مزيانة ده بالنسبة للصغار للكيبار للدكور المهم متكلمو على يعني شي الناس هدروا قال لك باللي ممكن ان هاد الفصة تكون مرشوشة بعد مبيدات الادوية كادوية انا مشيت سولت وبحثت في هذا الموضوع يعني يعني مباشرة مشيت عند فلاحة يعني اصدقاء وسولتهم واش كيدلو الدواء للفصة قال لك الفصة ما كتدلهاش الدواء لانها اصلا الخيصة ما يمكنش غادي دولها شي دواء اللي غادي مني غادي تكبر مثلا غادي يربحوا منها شي اموال طائلة يعني ما كيدلولاش فصة للدواء ما كيدلولاش الدواء ما كيدلولاش المبيدات كتكبر يعني طبيعية كتتعطى مشيغي الارانيب كتعطى يعني الارانيب وكتعطى المواشي كتعطى يعني البقر يعني التور ممكن انك كتلقاه هو كالحوالة اي نوع من الحيوانات كتعطى ممكن انك تعطيه الفصة الفصة يعني شي حاجة اللي مكديرش المشاكيل يعني في الهضم مثلا كوليستريديا ولا الكوكسيديا يعني الاسهال ولا شي حاجة يعني امراض معاوية ما كيناش كين انك كابرة بطريقة طبيعية ما غاديش تضرهم ممكنش تضرهم الناس اللي يسولون عن هذا الموضوع هذه الاجابة انها مكتدرش في الامعاء والجهاز الهضمي فتاتا اما عن طريقة ديال كيفاش غادي كيفاش ممكن انكم تستعملوها لانكين الناس اللي قالوا ليها عندهم مشي بحالة اسلاك هكا كارويات انتم كين مكتشوفو معاي كارويات هنا وانما عندهم اسلاك انا عندي تانية كي جان هي هرا فيهم اسلاك اسلاك طويلة ولكن كين واحد طريقة اللي ساهلة انه وممكن اننا نستعملوها ومي تحليناش تفرتيت ديالها كين الناس اللي كيضيعو فيه يضيعو فيه يعني طريقة وهي كالتالي اذا كي ما كتشوفو معاي هنايا ممكن انكم هنايا كي ما كتشوفو هي كتشوفو هي كتشوفو ممكن انكم تخليوا واحد الجانب هو اللي غادي يتبقى تجبدو منو وممكن انكم تجبدو واحد الحفنة هكا وتقرضوها لهم طريفات هكا يعني هي الحفنة تجربوها على ثلاثة المراسة يعني مثلا هكا هكا ممكن انها تقسم هكا يعوث يعني تعودو وتجربوها يعني صافي هذا لها كافي يعني انك تعطيه الارنب بارغ مثلا في يعني في النهار كامل ممكن تعطيه هاد الحزمة هادي صافي رهاء مزيانة لاحظو انني كيفاش طريقة باش قردتها لما الشي غاست تعطيه هالو هاكا طويلة طويلة وترميه هالو هو اسمو هاد يبقى يعفز فوق منها داك الشي غادي بقي طيح في 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 تلحت من القفص كين الناس اللي عندهم غيل 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 يعني التربية الارضية ممكن انهم يحطوها يعني في الارض ولكن كين اضرار عوثاني انها اه عزاكم الله كيتبول فوق منها اذا مشا ستبول فوق منها وبداء كي يكل منها راه كي كي يجوا امراض من نوع يعني ممكن انه يجي هال يعني الانتفاخات من هال القضية هذي ديال التبول فوق فوق الاكل الاكل خاص يكون نقي يعني بحال هاكا وتعطيوه العلافة مثل انه انتوما هادا هو هنا ايا هيا راكي محد الارمب هنا ممكن انه العلافة دياله انتوما كتشوفو هدي تنجي ونحطها له هاكا صافي وندفعها هاكا صافي ا 잘� بعض محد هو كي يجبد من العلافة انتوما محدو هو يجبد من العلافة هو كيياكل ه plug هاتوما �ياكل بشري عاجبه هاتوما سبحان الله انتمو محدو هو كي يجبد من العلافة انتوما هو كيياكل وما يمكنش انه ديى شيء يطيح انتوما هاتو كيعجبو بستاف لالة الفصة هادي المحبوبة يعني قاعد الناس اللي غادي يخدموها غادي يشكروني عليها لأن في حقيقة ما فيهاش شي أضرار جانبية ممكن أن عهر البروغرام هذا اللي غني داير يعني عهر ساحيت فيه كي الناس اللي هي كيحطوها وكيبقوا يجبدوا منها وكييرميوا الأنانيذ ديالهم إلا شدوا واحد قطعة بحال هكا وقسموها على ثلاثة وكل حزمة هكا حخشيوها في العلافة وخليهم أحدوه وكيجبد مش يترميو هالو في الأقفاص هاك هادي تشد الماسنة خافاص وترميلو طبيعة الحال هاد الأسلاك هاد بحال هكا غدي بقى يطيحوا الفصة لأنها هي عبارة عن عيدان لاحظوا أنها هي غير عيدان إلا مشتر قطعة قطع في يعني في وسط تحت من القفاص غدي تعدبكم في التشطاب أولا أصبقات تشطاب بزاف ثانيا غدي تضيعوا فيها يعني كل حزمة يمشي منها مثلا الربع أي حزمة يمشي منها الربع تلك الربع يعني إحنا كنتمنوا أن الفصة تستغل كاملة يعني كاملة كل جزء منها يمشي في بطن الأرمن لأن الحلقة دينا هي هذه الفصة يعني رأة معروفة عند الكل غيك بأسماء مختلفة المهم إحنا عدنا الفصة في هاد لقيسات التمن ديالها رأة تواصل إحنا عدنا من منطقة الشرقية خمسة وسبعين درهم قال لي كينين شي وحدين قال لك باللي رأة كينين في مناطق أخرى أرخص وكين مناطق أخرى أغلى على حسب على حسب الجفاف أو البلاسة اللي كيكون فيها الصابة أو الشرق صابة يعني كتولي كتكون رخيصة واحد شوية أما بالنسبة لمنطقة ديالنا رأها كينة بخمسة وسبعين درهم خمسة وسبعين درهم أنا كنظن أنها غدي تضرب مزيان يعني إحنا نقولوا هاد البالة مثلاً تشحل في هادية الطون رأة فيها وحد مترو ونصف قريباً على هاد الكارو هادا أنتم ممكن ما كتشوفون ممكن أن يكون في خمسين سنتين على خمسين سنتين يعني تخيلوا هاد الحجم هادا وشحل بخمسة وسبعين درهم يعني رأة مزيانة ممكن أنها تدير لكم واحد تلت شهور ولا إلا كان عندكم قاطع صغير ممكن أنها تضرب تلت شهور وممكن أنها تضرب إذا كان عندكم غي قاطع كبير ممكن أنها تضرب مثلاً شهر شهور رأة مزيان أحسن أنت السيكاري السيكاري مرة إلا شرسوا خنشة بتسعين درهم مرة ما كتدير والو إذا الحلقة ديالنا هي هادي إني حاولوا أنكم اللي ما عندوش هاد الفصة يحاول أن يقلب عليها كتكون في سوق ديال المواشي كي يكونوا في أي بلاد فيها الماشية غد يكون فيها الفصة ما يمكنش بالماشية كي يكلوا غير الفصة إني فيما تشوفوا شي بارات بعد يرتبن أعرفوا رأة الفصة كتكون محطوطة معاهم إني الناس اللي كي يشوفوا التبن بمحطوطة في شي أسواق يسولوا على الفصة رأة كتكون تهيئة كتكون بهذه الحجمة إنتم كما تشوفوا رأة حجمة كبيرة وديروا هاد السيستم هادا باش ما تقفش تضيعوا فيها ممكن أنك تستعنوا بوحد البانيو هكا باش تبقاو تحطوا فيه وعد تضيعوا الارانيب ديالكم تحطيهم إياكلوا إذا هاد الحلقة ديالنا رأى سهلات كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم الناس ما زالك ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قاناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم وإحنا راحنا عائلة وما تنسوش شعارنا ديما في القاناة وهو أن الخير جاي القدام ديما نوي والخير وإن شاء الله ما يكون غي الخير إذا الحلقة ديالنا رأى سهلات تكيو على زر جيم باش تسندونا وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة